الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الأباء الأفاضل والإخوة الأكارم نجدد لكم التحية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان هذه المحاضرة أو هذه الكلمة هي آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الذاريات أو آخر سورة الذاريات قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والآية يا أخواننا فيها فوائد وطبعا كلام الله تبارك وتعالى كله مليء بالفوائد والعزات والعبر يعني دار تعرف أحسن كلام تستفيدت منه يهو كلام الله تبارك وتعالى أحسن منه ما في أصلا شاكتا ربنا قال ومن أصدق من الله قيل وفي آية أخرى ومن أصدق من الله حديثا والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما يخطب الناس يقول ألا إن خير الحديث كلام الله أحسن كلام كلام الله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يذكر الناس ويعز الناس ويخوف الناس بكلام الله تبارك وتعالى ربنا قال في أواخر سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال في سورة الأنبياء قل إنما أنذركم بالوحي إذن دار أحسن كلام يا أخوانا كلام الله تبارك وتعالى أحسن منه ما في وعندنا فوائد نستفيد من كلام الله عز وجل من أهم الفوائد التي في هذه الآيات المباركة أن الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية واحدة يعني يا أخوانا كلنا ربنا خلقنا ما في ظل ما ظنيت إنه في ظل عنده رأي في هذا الأمر ولا عنده شك في هذا الكلام كلنا الخلقنا منه الله عز وجل ما في ظل عنده رأي في الموضوع ده مش كده لكن إنت المفروض تسأل نفسك سؤال الله خلقك ليه ساكد كده أم حسبتم أنما خلقناكم عبثة الله ما بسوي شي سايق كده أخوان مش خلقنا أيوة خلقنا ليه ماذا سؤال الجواب في الآية دي الهس بنا تكلم عنه ربنا خلقنا عشان حاجة واحدة بس ما عنده اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة عشان نعبد الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس نحن الإنس الجن ذات معنا في الموضوع ده لأنه ربنا قال سنفرق لكم أيها الثقلان الثقلان الهم الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان وربنا قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا زي ما نحن مكلفين إنه نعبد الله الجن برضو مكلف إنه يعبد الله تبارك وتعالى ومسؤول كذلك يوم القيامة الجن مسؤول زي ما الله بيسألنا نعنا نحن كلنا الله حيسألنا بالمناسبة يوم القيامة كلنا ربنا حيسألنا شاكذا ربنا قال وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ نحن منهم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الرُّسُل ذاتٌ الله بيسألهم يوم القيامة طيب نحن الله خلقنا شأن العبادة يا أخوان ما عشان نلعب ولا عشان نأكل ولا عشان نشرب ولا عشان نتزوج ولا عشان نشتغل في السوق ولا عشان نسافر ولا عشان نبني عمارات ولا عشان نشتري عربات ولا ولا مع إنه الحاجات دي ما حرم حرم؟ ما حرم؟ كونه تكون عندك بيت حرم؟ ما حرم؟ كونه تأكل أكل كويس حرم؟ لا ما حرم كويس لكن أعرف إنه الله ما خلقك عشان كده دي حاجات أنت بتمشي بها حياتك احتياجات لا بد منها بتمشي بها حياتك لكن تعرف إنه الغاية التي خلقك الله تعالى من أجلها العبادة تعبد الله تبارك وتعالى طيب هنا في سؤال هل أخواننا الله سبحانه وتعالى محتاج لعبادتنا؟ الله بيحتاج ليزول؟ لا ربنا ما محتاج لنا ولا محتاج لعبادتنا شاكد النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا شوف البشرية دي كله ومعاهم الإنس والجن كلهم لو بيقوا مؤمنين كلهم لو بيقوا مؤمنين أخواننا ده ما يزيد في ملك الله تبارك وتعالى شيء والعكس لو كل الخلائق بيقوا أجرم خلق الله كلهم وبيقوا كفر كلهم وبيقوا فجرة ما ينقص من ملك الله تعالى شيئا يبقى الله ما محتاج لعبادتنا أخوان لكن نحن المحتاجين نعبو ظلا نحن محتاجين نعبو ظلا تبارك وتعالى ليه لأنه الشغلة دي لها قدام فيها حساب وفي جزاء بعدين في يوم اسمه يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم اسمه يوم القيامة كلنا بعدين هنجي لأنه كلنا هموت ربنا قال كل نفس ذائقة الموت فبعدين ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبنا فريق في الجنة وفريق في السعير سواء عندنا اتنين غير تالت لهم ما في يا إما في الجنة يا إما وين يا إما في النار عبدت الله عز وجل حق عبادته تأكد تماما إنك بإذن الله عز وجل تكون من أصحاب الجنة ما عبدت الله تبارك وتعالى حق عبادته هتكون وين هتكون في النار ما ما في في النص ثاني ما في ما في نص يا جنة يا نار في النص ما في شي أصلا يا به هنا يا به الله قال فريق في الجنة وفريق وين في السعير يعني في النار واحد من الاثنين دي عشان كده يا أخوانا دي أهم فايدة نطلع بها من الآية دي إنه الله خلقنا عشان نعبده وإنه العبادة دي نحن المحتاجين لها الله ما محتاج لنا في شي نحن المحتاجين إنه نعبد الله تبارك وتعالى الفايدة التانية إنه يا أخوانا الأرزاق دي عند الله عز وجل عشان كده قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الرزاق يعني بيرزق كتير بدون عدد الله عز وجل خزائله ملأة مليانة الخزائم بتاعة الله تبارك وتعالى ويرزق من غير عدد وخزائله لا تنفد شكذا الله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق يعني عندكم بيكمل لكن عند الله ما بيكمل أصلا الخزائم بتاعة الله ما بتكمل وذي يا أخوانا شوف الآية دي مربوطة مع بعض إنت إذا عرفت إنه رزقك عند الله تاني خلاص هل بتشيل هم في الدنيا دي ها الآن النس تلقى الناس تعبانة وجارية والواحد تلقاه زي ما بنقول هنا في السودان هنا يقول لك الزلده شاقيان مشكدة يقول لك الزلده شاقيان وجاري وماشي وجاي وفي النهاية الرزق مكتوب شوفي تماما عملته الرزق مكتوب ومطلوب منك تسعى مش تقعد في البيت وتقول لنا الرزق مكتوب لا 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 ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور يعني ربنا شرع لينا إنه نسعى في الأرض وناكل من رزقه إن قعدت في البيت الرزق ما بجيك تقال الرزق ده بجي خبت لك الباب ويخش عليك لا تاخد بلا سباب تسعى تمشي تشتغل وتمشي تعمل وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك لأنه هو مسخ للأسباب وهو الذي يرزق بالأسباب ربنا تبارك وتعالى طيب يا أخوان العبادة اللي هي من أجلها ربنا خلقنا العبادات يا أخوانا كثيرة أول حاجة العبادة ذاته هي شنو ما ربنا قال إلا ليعبدون مش كده طيب العبادة ذاته هي شنو العلماء عليهم رحمة الله عرفوا العبادة قالوا العبادة ذي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة العبادة اسم جامع في حاجات يا أخوانا ربنا بيرضاها من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ظاهرة زي شنو ما فيه أعمال ظاهرة زي الحج مثلا وزي الزكاء مثلا يا أخوانا الناس ما الناس يا أخوانا تسمع يا أخوانا دماء كلام الله تبارك وتعالى فنرجو من الناس يا أخوانا إنه ينصطوا طيب يا أخوانا قلنا العبادة في عبادات ظاهرة زي الحج والزكاء مش كده والصيام يكون لها عبادات ظاهرة والصلاة وفيه عبادات باطنة باطنة يعني شنو زي مثلا الإيمان الإيمان مش عبادة كون الزول يكون مؤمن مش دي عبادة طيب الإيمان محله إين في القلب جوه تمام تعرف يا الزول ده إيمان وقدر شنوه لأن الإيمان محله جوه دي من العبادات الباطنة زي الخوف والخشية تبتخاف من الله تبارك وتعالى وتخشى الله تبارك وتعالى كل دي كل ده أخوانا من العبادات الباطنة كل ده ربنا بيرضوا أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها والعبادات دي كثيرة والحمد لله ربنا من رحمة أخوانا إنه جعل لنا العبادات ما له كثيرة ودي معنى قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا السبل دي إيش نوه السبل دي مقصود بها طرق الخير الطرق بتاعت الخير اللي بتودي الناس الجنة ما شوي يا أخوانا ربنا فتح لنا أبواب كثيرة والحمد لله باب الصلاة باب الزكا باب الحج باب الصدقة باب بر الوالدين غير من الأبواب الكثيرة ليه؟ لأنه البشر ما واحد مشكدة الناس كلهم ما واحد في زول تلقاه في الصيام ما في زول زيه تلقى بتاع الصيام ده زاته بغادي في الحج تلقى ما عنده طريقة يمشي الحج مشكدة لكن الله فتح له باب وين؟ في الصيام واحد تلقى زول في الصدقة زول ما بيتلحك بيتفع لوجه الله عز وجل لكن في الصيام تلقاه ضعيف شوية ما بيقدر يصوم كتير إلا ترى رمضان وكذا لكن تاني ما بيقدر يصوم كتير فشوفوا يا أخوانا الله من رحمته نوى علينا شنوه سبل الخير العبادات اللي بتوصل للجنة دي كلها من رحمة الله تبارك وتعالى بينا طيب العبادات دي قلنا كتيرة زي ما زكرت لك قبو شوية الصلاة وغيرة وغيرة والدعاء زي ما زكر لك أخونا الشيخ عبدالباقي جزاو الله خير اللي هو كان متحدث قبالي زكر لك أنه دي عبادات الدعاء النذر الزبح الزبح مش عبادة ما ربنا قال فصلي لربك وانحر مش كده وانحر يعني شنوه تطبح يعني الآن مش الضحية مش قاعدين نطبح بنطبح ليه في الضحية نمشي نجيبها الخروف ليه عشان شنوه ما دي عبادة بنتقربها لالله عز وجل دارين منها دارين من وراء أجر مش كده مش كده أنا بمشي بأشتري ليه خروف بيقضع اتنين مليون وغيره وبجي بطبح في الضحية شنوه ربنا يتقبل ويكتب ليه حسنات إذا نزبح عبادة النذر النذر عبادة زول يقول لله علي نذر كده مثلا وإن كان النذر مكروه النذر مكروه في أصله لكن في النهاية هو عبادة يا أخوان تتقربه لالله عز وجل إنه إذا الله عمل لك وفغك في شيء معين انت بعد ده هتكون خادتي حاجات معينة يا الله لو نجحت ولدي مثلا النذر مش معروف لو نجحت ولدي أنا بصوم يومين مش كده دم عبادة وإن كان النذر مكروه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا يستخرج إلا من البخيل طيب كذلك الدعاء الدعاء عبادة بل الدعاء من أعظم العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء هو العبادة ويدخل في الدعاء الندى الندى مش عبادة عبادة الآن نحن لو دارين ننادي ننادي منه ننادي يعني محتاج أنا محتاج دار ليه حاجة والحاجة دي ما بيقدر عليها إلا الله يبقى نادي منه أنادي الله تبارك وتعالى أشاكد يا ولد ما تسكت شوي الله أشكت يا ولد شاكد يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيذكر لنا عن الأنبياء إنهم كانوا بينادوا الله ربنا قال وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجْيْبُونَ مش كده سورة الصافات نوح مع رسول عليه الصلاة والسلام أكان بينادي الله لما يحتاج لأحاجة بينادي الله تبارك وتعالى ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب نبي عليه الصلاة والسلام وذنون إذ ذهب مغاضبا ذنون دم نه يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظنى أن لن نقدر عليه يعني نضيق عليه فنادى في الظلمات نادى منه نادى الله فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين زكريا وزكريا إذ نادى ربه ما له داير شنو داير جنة أني وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين داير منو داير شنو داير لجنة شوف يا أخوان الأنبياء كانوا كيف في الموضوع ده العيان في يوم بينادي الله عيان مريض في جسمه ينادي الله عشان يشفيه الدائر لا وجنة ينادي الله عشان يديه الجنة مش كده المضايق في كربة زي يونس عليه السلام الحود بلعه وجوه هناك في الحود في بطن الحود ما في زول بيقدر يطلعوا من هنا إلا منوه إلا الله عشان كده نادى الله تبارك وتعالى يا أخوان أدي العبادات وغيرها كثير جدا طيب إحنا دائما بنتكلم عن الحاجة اللي هي ضد العبادة لأنه يا أخوان أصلا من العقل كده أنا لما أديك شي لازم أديك ضده مش كده ليه عشان أنت تمش في الشداء وضده مالو ما تمشي فيه ولا ما كده أخوان يعني يا سينا إنت لو سألتني قلت ليه أنا دا نمشي الخرطوم أنا لو زولة حاجل بقول لك والله في طريقين يوده الخرطوم في طريق بيجاي سمح جدا وسريع وفي طريق بيجاي مالو كعب إنت أمش بس سريع وخلي جنو وخلي الطريق الكعب لو قلت لك بيجاي طريق بس وسكت على كده أنت ممكن أن تبشي تركب الطريق الكعب مش كده وفي النهاية كده أنا بكون غشيتك عشان كده نحة دائما لما ندي الحاجة بنذكر ضده طوالي وده الدين كده يعني مش بي مزاجنا نحن لا 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 ده الدين بيقول كده العبادة دي ضده يا أخوانا الشريك يعني كون الإنسان يكون عبد لالله ضد الموضوع ده الشريك بالله تبارك وتعالى ولما نتكلم عن الشريك ونحزر الناس من الشريك ده ما معناته إنه الناس القاعدين بيه المشريكين يا أخوانا أفهموا المعلومة دي يعني أنا ما أتكلم عن الشريك ما معناته إنه الناس ديه شنو مشريكين وإلا ربنا سبحانه وتعالى حزر الأنبياء من الشريك هل الأنبياء ممكن يكونوا مشريكين أبدا والله ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أصلا مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشريك مستحيل ربنا قال له شنو قال له ولقد أوحي إليك أيام محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركته ليحبطن عملك الكلام ده لي مونه للرسول عليه الصلاة والسلام الله يحزر من الشريك فما بالك بيننا نحن الضعفة ديل هل نحن عملنا زي عمل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا يعاجب النسبة له بعد ده كله الله قال له لو أشركته عملك العملت ده كله هيحبط يعني ما بتلقى له أجر يوم القيامة بنتي ده تحزير اليمين للنبي عليه الصلاة والسلام شكده أخواننا مرات ربنا يحزر الأنبياء من الشريك ومع إنه ما يشركوا شكده لما نجي نكلم الناس عن الشريك ما معناته إنه القاعدين قدامنا دي المشركين لا ما إلا كده لكن أنا بحزرك شانت أعمل حسابك الشريك ده ما بعيد ما تفتكره بعيد لا 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 جريب جدا لو ما عملت حسابك ممكن تقع فيه طيب الشريك ضد الحاجات الزكرنادي كلها يعني قبل أنه مش قلت لك الضبيحة دي من العبادة ها طيب الضبيحة دي ذاته ممكن زولي بقبامه مشريك كيف يشيل له خروف ما يطبحوا لي الله يمشي يشتري من السوق بـ 2 مليون خروف كبش كبير ما يطبحوا لي الله يشيله يمشي لمحل بتعزع الراجد ميت ها يطبح الخروف ده عند الميت هناك لأنه هو بيفتكر إنه جوه في قلبه إنه الخروف ده لما يطبحوا للميت الميت ده حيقوم يجربوا لي الله فيه متوا يا أخوانا الشي ده فيه الليلة ولا ما فيه معكم سكدته فيه ولا ما فيه راجد الناس اللي بيطبحوا للشيوخ يشيل له خروف يمشي يطبحوا جنب القبة انت ليه يطبح هناك ما تطبحوا في بيتك يتقربوا لي الله عز وجل شا ربنا يكتب لك حسنات لكن مما شلت الخروف ده ما شلت طبحته هناك عند الشيخ جنب القبة وإنت عندك عقيدة في قلبك جوه في قلبك إنه الشيخ ده عن طريقة الخروف ده ممكن يعمل ليكو يعمل ليكو يعمل ليكو يجب لك الخير والبركة تنزل فيك وفي أولادك وفي دكانك مما انت خطيت في راسك كلام زي ده أعرف تماما إنك شنو وقعت في الشريك تلحق نفسك سريح سريع والله أعرف تماما إنك وقعت في الشريك لأنه الخروف ده ما بيتضبح ليمنه ما بيتضبح للشيخ يا أخوانا ده بيتضبح لأله تبارك وتعالى شغل أشي ده شغل شغل ف فقلنا يا أخوانا الخروف ده بيتضبح لأمين لأله تبارك وتعالى تاني كذا ناخد مثال تاني في ناس بينزروا عندهم منزر كده غريب جدا تلقى الواحد يشلو قطعة بتاع القماشة ولا حاجة يمش يخش القبة جوا يقوم يربطها وين يربط القماشة دي في شنو في الضريح بتاع الشيخ جوا هناك على أساس إنه بعد فترة يقوم يجي يفك شنو يفك القماشة في ناس عندهم كلام زيدة في المجتمع عندنا في السودان لا مرة في ضريح خشنا وفي ضنقلة في ضنقلة هناك تلقى في اليوتيوب بتلقى المقطع ده خشينا ضريح في ضنقلة بتاع الشيخ لقينا الضريح ده مربط فيه دلاغين وقطع كتير جدا لما انسألنا قلنا لهم ده شنو قالوا والله ده محظم محظم نسوان لأنه محظم اللي بيقعوا في الشغلة دي النسوان قال واحد يبتيت تربط قطعته ذا نذر إنه ما عارف لو حصل كده أنا بجي بسوي للشيخ وبربط كده وبسوي وبعمل ينظر لغير الله تبارك وتعالى فده كله يا أخوانا من الشرك ناخد تاني من نفس الأمثلة اللي أخدناه طيب النداء مش قبيلنا وريتك الأنبياء كانوا بينادوا الله في ناس الليلة ما بنادوا الله الواحد بيكون ماشي كده كماشي أول ما يتردى كب أبو يا الشيخ في ولا ما في كتير مشكدة طيب تنادبوك الشيخ لجنو هدي ما مصيبة يا أخوان غرقان طيب ما ينادي الله يا أخوان يا أخوان الغرقان مينادي منه بينادي الله تبارك وتعالى طيب إنت mue أنسو الشيخ دا الشيخ ما أبسوي شي يخوان طيب أنا الشيخ ذات لما نغرق قاعد ينادي منه طيب كتا الشيخ في غرق بينادي الله أنا في غرقي أنادي الشيخ معنات أنا مجنون ولا ما قد أخوانا يبقى لما نغرق أنادي بنادي الشيخ لما نغرق هو ولا الشيخ ما بغرق بغرق بنادي الله أنا طيب ما نغرق الله بعدين هل الشيخ ده عنده شي عند الله ما في سؤال في حاجات عند الشيوخ ديال في عند الله ما في ما في أصلا أيوة الشيخ زاده بيقول يا الله لأنه الرزق كله عند الله الجنة عند الله الرزق عند الله أنا اللي بوديني للشيوخ شنو أنا ما أسأل الله ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنا ما أسأل الله تبارك وتعالى واحد يقول لك لا والله يعني إحنا عندنا شيخ لحق بعيد لحق بعيد كيف؟ يقول لك والله يلحقك إت بس تندهو يلحقك طوالي طيب هو حي ولا ميت الشيخ؟ يقول لك ميت طيب ميت يلحقني كيف؟ هو ميت يلحقني كيف يعني؟ هو لو كان حي خليك من ميت لو حي لو نايم ساي وكيت أنا بندهو دا لو نايم لما نصحوا ما تكون أنا واطاتي أصبحت إخوانا لما نصحوا الشيخ يلحقني متين يعني دا لو كان حي ما بالك إنه ميت راقد تحت التراب ليهو خمسمائة سنة والله لو 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 لقيت تصريح فتحت القبة دي والله ما تلقى عظم عظم الشيخ ما بتلقوا فيه كله أكلوا الدود ولا ما بيأكلوا الدود؟ أكلوا الدود طيب زون زيدان أجي أسألوا ليه أخي؟ إخوانا دا كله موجود في المجتمع وده الشريك ذاته نحن بنا نادي الله تبارك وتعالى وحده ولا شريك له ما من نادي غيره أصلا الرسول عليه السلام ما من نندهو والله ما من نندهو النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه ميت عليه الصلاة والسلام ولا حي؟ الرسول حي ولا ميت يا ناس؟ ميت عليه الصلاة والسلام في ناس ليوم الليلة دي قالين انه النبي سع الى السلام حي أبعاناتي لو قالواอยيل يكونوا اتهموا الصحابة انه دفنوا حي ولا ما ما هذا ولا ما دفنوا الصحابة ما دفنوا النبي صلى الله sv دفنوا طيب لو حي هيدفنوا حي يعني ده فيو اتهام للصحابة ذاته اهب الحي للا سيلبعدين Л quite a little بعدين دف willingness يبعد طيلينا نفتح الفرص للأسنطا للأسلم اصلا ما مشكلة مثلا ده لا سيبس taka كثيرا بسخيان نقول الكلام ده وبعدين الأسئلة بعدين طيب يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام ميت ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون مش كذا وربنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتلا قلبتم على أعقابكم والصحابة دفنوا بالإجماع كلهم دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام شاكذا ما من نناديه نحن الرسول عليه الصلاة والسلام بننادي الله الحي الذي لا يموت الله بيموت ما بيموت حي شاكذا ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت نتوكل على الله عز وجل نرفع حوائجنا لله تبارك وتعالى لو عرفت المعلومات دي يا أخوانا دي يا أخوانا باختصار شديد يوريك معنا الآية دي وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون شوف العبادات الزكرة تاليك دي لو خليت لأ الله براو وما ديت أي مخلوق منها شي تأكد تماما إنك بإذن الله تكون من المفلحين وتكون من أصحاب الجنة يوم القيام أما صرفت حاجة منها لغير الله مهما كان زولا لأنت صرفت له تكون كده من الخاسرين والله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار الموضوع انتهى والمشرك يوم القيامة ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نبي اختصار شديد جزاكم الله خير بارك الله فيكم نقدم الشيخ شيخ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا